رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية أسمى آيات التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية حفظه الله بمناسبة منح جلالته جائزة الريادة في مجال رعاية الأيتام بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمقدمة من الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي وذلك تقديرا لدور جلالته في مجالات رعاية الأيتام محليا وعربيا وإسلاميا ودوليا وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه الجائزة جاءت لتضيف تأكيدا على اهتمام جلالته الدائم بتقديم أفضل الرعاية لأيتام البحرين والدول الإسلامية وتوفير البيئة الصالحة ليحظى كل فرد منهم بحياة كريمة آمنة مستقرة وأكد سمو أن جلالة الملك المفدى يحرصه بصورة مستمرة على احتواء الأيتام والاهتمام بهم من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم ليكونوا أعضاء منتجين ومساهمين في رقي أوطانهم وذلك عبر عدد من المشاريع التنموية والاستراتيجية في مختلف بلدان العالم عبر المؤسسة الخيرية الملكية وأكد سمو أن اهتمام جلالة الملك المفدى ورعايته للأيتام في البحرين وخارجها جاء منبثقا من الحدان الأبوي لدى جلالته ضاربا بذلك نموذجا يحتذا به في رعاية الأيتام وأشار سموه إلى أن المؤسسة الخيرية الملكية عملت على تنفيذ استراتيجية جلالة الملك المفدى في رعاية الأيتام بصورة شاملة وتوفير مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم معاهدا جلالة الملك المفدى المضيق دمان على خطى جلالته في الاهتمام بالعمل الخيري ومساندة الأيتام وتحقيق رؤى وتطلعات جلالته بمد يد العون لكل مستحق في البحرين ودول العالم